بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين عزائي طلاب الصف التالي التجاري من اتفان المبيعات أهلا بكم احنا عايشين دلوقتي في أيام الخير أيام البركة ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أو عتنسوا دايما بنبدأ بالنصايا النصيحة الأولى ان اللي انت بتاخده في المدرسة واللي بتده لك البرامج التعليمية او مصادر المعرفة المختلفة كل ده هدفه ان احنا نتكسبك المهارة عشان تنزل سؤال عمل تلاقي فرصة عمل تنسبك تاني حاجة النصيحة التانية ان المهارة دي متقسمة على ثلاث سنين متقسمة على سنة أولى وعلى سنة تانية وعلى سنة تالتة عشان كده هيطلع من الكلام اللي انا قلته ده النصيحة التالتة ان الامتحاد هياجي في التلاث سنوات سنة أولى وسنة تانية وسنة تالتة عشان كده حاول دايما تحتفظ بضليل الطالب بتاح سنة أولى وبتاح سنة تانية وبتاح سنة تالتة اتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح وربنا معاكم ووفل لكم افضل طرق النجاح ونبدأ حلقة النهاردة حلقة النهاردة هتتكلم على الاختبارات احنا عندنا الاختبارات هيبقى نوعي اختبار مهاري واختبار معرفي الاختبار المهاري عليه ميتين وخمسين درجة الاختبار المعرفي عليه بية وعشرين درجة اوعي دعوه منك الدرجة الكلية من ستمين فدل الوحديهم حوالي تلتمية وسبعين درجة فهنبدأ بالاختبارات المعرفية ولكن قبل ما ابدأ بالاختبار المعرفي شاب بيسأل والده بيقول له يعني ايه الاخلاق وهل الاخلاق مكتسبة وهل الاخلاق بتتغير مع مرور الوقت بسرعة الاب حكيم جاب له ازازة جواها برطقانة كبيرة قال له حاول تطلعها طبعا كأنها ولا سح حاول الاب بكل الطرق يطلع البرطقانة من الازازة معرفش صعبة البرطقانة كبيرة هو نفسه احتار والده دخلها ازاي جال والده قال له البرطقانة دي اصلا دخلت ازاي قال له العملية بسيطة جدا خده وراح لشجرة البرطقان وجاب ازازة زي اللي كانت معاه وخد سمرة وهي صغيرة ودخلها جوه الازازة فضلت تكبر 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 لحد ما وصلت بحجم البرطقانة اللي في الازازة قال له يا ابني فاكري الاسئلة اللي انت سألتهان قال له ايوة قال له اولا يعني ايه الاخلاق قال له الاخلاق كل ما هو طيب كل ما هو حسد الحاجة التانية انت عامل زي الازازة والبرطقانة هي دي الاخلاق اذا زرحتها وانت تغير جواك عمرها عمرها ما تتغير شباب دايما احتفظوا بالاخلاق اخلاق التاجر الامين اخلاق التاجر السمح سواء اشترى او باع وصباحكم فل شباب ربنا معانا جميعا ونبدأ مع بعض الاختبارات المعرفية طبعا بوانيك دلوقتي الدرجات بتاعتنا توزعتها عشان تبقى انت عارف واحد جدرات اساسية عليها 130 درجة ايه هي الجدرات الاساسية دي يا فاندم الجدرات الاساسية اللي هي العربي والانجليزي والفرنساوي اتنين ملاف الانجاز اللي هو حضرتك عملته في سنة اولة وتانية وتالتة عليهم الدرجة تلاتة الاختبار المعرفي اللي انا لسا ايلك عليه حالا عليه 120 درجة بعديها الاختبار المهاري عليه 250 درجة فالمجمع الكل اصبح من ستمية احرص دايما 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 على الاختبارات المعرفية والاختبارات المهارية لان دي عليها درجة كبيرة هي دي اللي هترشحك للكلية ان شاء الله تعالى الاختبار المعرفي الاول الاختبارات المعرفية لها عدد من الاشكال الشكل الاول ان هو يجيب لك مجموحتين ويقول لك لو سمحت عايزك انت توصل من المجموعة الف للمجموعة ب فالسؤال الاول جاب لي بيقول لي العميل المتردد طبعا العميل المتردد انا كاتب لك له صفات وخدناها قبل كده بس احنا هنقولها تاني بسرعة اللي هو لا يستطيع اتخاذ القرار بنفسه امال ايه دايما يعتمد على الاخرين في اتخاذ القرار دايما تسمع منه عبارة ان شاء الله هجي لك قريب حتى لو قلبت المحل كله عشان يختار برضو كده كده مش هيختار لانه متردد يبقى اذا العميل المتردد اللي هو صعب يتخذ القرار طيب انا اتعامل معاه ازاي قالك كن صبورا لازم تبقى صابر معاه لان ممكن ممكن ياجي ويقلبك المحل كله وفي الاخر برضو ما يشتريش فانت لازم تبقى صابر معاه حاول انت وديت النصيحة ان انت تساعده في اتخاذ القرار تبين له مزايا كل سلعة ما تسيبوش لوحده احتبره واحد من اهلك واحد من اصدقائك حاول ترشده ولكن يكون فيه امانة في عملية الارشاد ما تسيبوش لوحده اذا العميل المتردد هو عميل ماله صعب يتخذ القرار مهمتي انا ان اهم اهم الصفات اللي لازم يتحلى بيها رجل البيع تاني حاجة تقدم له النصيحة تاني سؤال العميل المتعجل طبعا العميل المتعجل هو ده الراجل بيمتاز بصفة اساسية انه نافذ الصبر الراجل ده عايز حتى اوام مش عايز اي تفاصيل اديني حاجة فلانية مهمتك ان انت على طول تديله ومش عايزك تقطعه هو عايزك تنفذ له طلبه بس الراجل ده العميل المتعجل اولا من ضمن النصايح ان انت تتعامل معاه لازم اولا تبقى تستجيب لطلباته بسرعة وما تحولش تخش معاه في تفاصيل لانه اصلا نافذ الصبر لانه اصلا مستعجل فما ينفعش ان انت تخش معاه في التفاصيل ولكن في اللحظة اللي انت بتجيب له فيها السلعة حاول تكلم له ان في سلعة جديدة تاني هتحقق له نفس الغرض ها تحب تجربها اجيبه لك بالمرة يبقى انت في الحالة دي لفت نظره لحاجة ممكن تقوله على فكرة ده في حاجة تانية ممكن تحقق لك مصلحتين فيها مستين احسن من الاولى ها اجيبها معاه وانا جاي يبقى معنا كده ده الرجل اللي تعامل معاه اذا يبقى العامل المتعجل هو عميل نافذ الصبر لا يتحمل الانتظام على طول يقاطعك في الحديث السؤال التالي الشراء بغرض التخزين لازم الاول قبل ما اتكلم على الشراء بغرض التخزين لازم الاول اسأل نفسي ما هي دوافع الشراء ايه اللي يخلي العميل يشتري ايه اللي وراء الضغوط اللي يخلي العميل يقوم بعملة الشراء هناك انواع من الدوافع فالدافع الاول هو الاستهلاك الفعلي ان الراجل ده عايز عنده استهلاكات فعلية يومية عايز يضيها عايز كله سكر زيت رز لحاجات الاساسية المتطلبات الاساسية في الغالب بيبقى الكميات اللي يحتاجها كميات محدودة لسبب لانه محتاجها فقط لاستخدام هو مش محتاج اكتر من كده ده بتاني نوع اللي هو بيشتري عشان يخزن طيب وده يخزن ليه ما كل حاجة متوفرة اه اصله سامع ان الاسعار هتعل فيبدأ يكتنس السلع عنده يخايف لاحسن الاسعار تغلى فبقدر الامكان على قد المقدرة المالية بتاعته يبدأ يشتري السلع على اساس كأنه وفر جزء في المستقبل يبقى كده الدافع الاول ان هو بيشتري بسبب الاستلاك الفعلي الحاجة التانية بسبب التخزين طيب الحاجة التالتة بسبب التفاخر ان البلد كلها تقول الراجل ده اشترى حاجة هو الوحيد اللي شراها عشان يتبهى بيها وده من ناس كلها دي النوع التالت يبقى النوع الاول بيشتري بغرط الاسلاك الفعلي التاني بغرط التخزين التالت بغرط التفاخر والتباهي اما للنوع الرابع ان في نوعية من الناس اللي هم عندهم رفاهية دولا بيشتروا ليه بيشتروا عشان يحصل عندهم دايما عملية تجديد عملية تحديث ما يحبوش ابدا حاجة عندهم تبقى قديمة دايما مواكبين العصر بالبلد كده ماشيين مع الموضة يبقى كل ما هو جديد يبقى عندهم يبقى كده خدمة اربع دوافع يبقى الدافع الاول عشان الاستهلاك الدافع التاني عشان التخزين الدافع التالت عشان التفاخر والتباهي الدافع الرابع عشان التجديد والتحديث تب في حاجة تاني اه التقليد فيه ناس بتشتري الحاجة مش عشان هي عايزاها لا عشان فيه حد زيهم في العيلة جابها فعشان احنا مناطلحش اقل منهم لازم نجيبها رغم ان احنا مش عارفين ربما حتى استخداماتها ايه ولكن عشان ما يقولوش ولادنا اقل منهم يبقى احنا بنقلد وخلاص ليه؟ لان احنا عادتنا كده لازم نجيب رغم ان احنا منعرفش قد تكون الاستخدامات ايه الحاجة اللي بعد كده اللي هو ده اللي بيشتري بقى من الدردة الدردة اللي بيشتري ده بقى التجار اللي هما بيشتروا بغرض اعادة الباق عشان يحققوا ربحية يبقى هي دي الدوافع اللي بتدفع العملاء للشر طب نرجع للسؤال الشراء بغرض التخزين طبعا الاجابة اللي انا هاختارها يقوم به المستهلكين اللي هما بيخافوا من زيادة الاسعار طيب الجرد دايما الشركات تقوم بعملية جرد والجرد اولا اللي هو انواع في جرد دوري في جرد مستمر وفي جرد مفاجئ مفاجئ ايوه انا حسيت ان الشركة فيها نوع من انواع السرقات في حاجة كده مش مظبوطة في الشركة في الحالة دي واجب علي ان انا اعمل جرد مفاجئ مضمنش ظروف لكن الطبيعي ان انا اعمل جرد دوري او جرد مستمر وبالتالي الجرد السنوي هو يعتبر نوع من انواع الجرد طيب انت بتعمل جردي ليه اساسا عشان اعرف حتى واحد احدد الاحتياجات الفعلية ليه لان ربما الراجل اللي هو مسؤول عن المخزن ما كانش بي ايد بدقة وبالتالي مش عارف انا ارصدت المخزن العملية هتضع مني كده يبقى معنا كده بالجرد الفعلي هقدر اقف على الرصيد الفعلي اللي في المخزن كام والرصيد الدفتري كام واعرف بيناتهم في عجز ولا مفيش تاني حاجة ابدأ احد من السرقة ليه لان انا على طول ببدأ اجرد المحل بتاعي بجرد المخزن بتاعي طيب سؤال ايه هي السياسات اللي انا لازم يا طالب افهمها ويبقى انا عارف لو اعينوني في مخزن اول حاجة او من ضمن السياسات او من ضمن المهارات اللي عايزك تكتسبها الكلام اللي هقولك عليه ده عدي معايا واحد ما ينفحش ابدا 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 تطلع عندك بضاعة بدون فطورة تمام خد بالك كمان هذه الفطورة مخطومة ومرقمة ليه ما ممكن يجيب لك فطورة بس مش مخطومة ومش مترقمة يبقى كده ما لهاش لازمة يبقى واحد لازمة نيجيب لك فطورة وفطورة مخطومة ومرقمة وتحتفظ بها في مكان امين عشان اذا احتجنا لها نلقاها تاني حاجة لازم اعمل عملية مرأبة للموظفين الداخلين والموظفين الخارجين وعرف صلاحية كل موظف مش اي حد يخش عند المغزن في ناس معينة هم اللي معاهم التصريح زي بعض الاماكن السيادية او بعض الاماكن الهامة مش اي حد يخش لازم نبقى معاك تصريح دخول عشان يسمحولك بتقول حاجة كمان ان انت لازم تبقى مؤمن على المغزن بتاع حضرتك ضد اخطار السرق او الحريق حاجة كمان لازم تبقى عامل نظام قامرات ووقف عند القامرات شوية ليه ناس كتير قوي 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 بيبقى مركبين كاميرات ولكن ما بيحصلش لها عملية صيانة دورية فالن بيحصل كالقاتي القامرات بازت ومحدش يعرف وحصلت الحريقة وحصلت السرقة وبالتالي القامرات ما هي مش تسجل لسبب لانها بيضة اذا يبقى مش عملية انه تركب كاميرات يبقى كده العملية تحلت لا ده انت لازم تعمل عملية متابعة وصيانة دورية اذا من اهم السياسات اللي انت لازم تتباحها وانت مسك المغزن ما يلي واحد لازم دخول وخروج البطاعة تبقى بفواتير والفواتير دي تبقى مختومة ولازم تبقى مرقمة ومحفوظة في مكان امين وبقى مقانا مقمن على المغزن ضد الحريق والسرقة والكاميرات بتحتي لها عملية صيانة وحاجة كمان انا بقى برضو مضرب العاملين عندي على كيفية التعامل مع الحريق ازاي يستخدموا طفيات الحريق ازاي بسرعة يفصلوا طيار القهربة ازاي بسرعة يتصلوا بالخط الساخن يبقى برضو فيه تدريبات اوام اوام مع العاملين عشان يحدوا من الاخطار لا قدر الله ازا نرجع للسؤال تاني السؤال بيقول الجرد السانوي يعتبر نوع من انواع الجرد تقرير المبيعات تعاني الكلام الاول على تقرير المبيعات وبعد كده نبدأ نشوف الاجابات انا بعمل تقرير المبيعات ليه اساسا يعني كل حاجة بتتبع لازم اسجلها في سجل في سجل في سجل عشان اعرف الاول حاجة انا حققت المستهدف ولا لا لان المفروض 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 ان انا ببقى عامل حاجة اسمها التارجت ايه التارجت ده فاندم اللي هو ان انا عامل المستهدف ان انا المفروض ابيع من التلاجات كم تلاجة ومن الغسالة قد ايه ومن السلع الفلانية قد ايه باجي في نهاية الفترة اللي انا بحددها ربما اسبوع ربما شهر ابدأ اشوف انا وصلت للمستهدف ده ولا لا طيب انا ما وصلت لوش ابدأ اسأل نفسي يبقى كده بيسموه بلغة الجماعة المحاسبين في انحراف كلمة انحراف في حاجة محتاجة اتماع فوري على اعلى المستويات ربما يكون انا شار السلعة اساسا 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 من مورد وهي غالية وبالتالي هضطر ابحها غالية يبقى في الحالة دي اضطر ابحث عن مصادر توريد مناسبة ربما ربما يكون عندي العاملين فيهم عملية اهمال في الحالة دي اخد بالي ربما بيقفله في الاوقات او زروة الاوقات اللي فيها عمل يبقى معنا كده محتاجة ان انا ابدأ اعالج السغرات بتاعتي يبقى اذا اهم نقطة من نقاط تقرير المبيعات ان انا بشوف انا حددت المستهدف ولا لا تبتاني نقطة يا فندم ان انا بشوف انا الحصة بتاعتي وصلت للينا عايزه في السوق كل ولا لسه بهو انت يعتبر جزء من كيان السوق المفروض حضرتك يبقى لك مكانة المفروض انت من ضمن اهدافك ان انت بترسم ان انت بتقبل يوم عن يوم تب الله هيساعدك في ده كله مين تقرير المبيعات لان تقرير المبيعات يقول لك خد بالك انت هنا ضعيف خد بالك برافو عليك انت كويس خد بالك احسن يبقى اذا تقريير المبيعات هي بالنسبة اللمبة اللمبة الحمرة او اللمبة الخضرة اللمبة الحمرة تقول لي انا في خطر اللمبة الخضرة تقول لي احسن ونرجع لسؤال بيقول لي تقريير المبيعات هو عبارة عن نقل صورة حقيقية عن وضع المنشأة بالنسبة للسوق طبعا مية في المية صح لان ده لانا عايزه ان انا بنقل صورة حقيقية ما ينفعش هنا ان احنا نستف ورق لان احنا شغالين مع ضاعة وبضاعة بالقلوفات ولها كميات ولها اسعر من ضمن الحاجات برضو اللي هو تقريير المبيعات ان انا اقدر اعرف اقيس اداء العاملين اشوف من المبتهد اكافؤ و اللي هو مهم اجازين كده نجمع الاسئلة كلها مع بعض يبقى كده الاسئلة بتحت في المجموع الف العامل المتردد العامل المتعجل الشراء بغرض التخزين الجرد السنوي تقريير المبيعات ويبدأ يقول لك اختار متهيلي احنا شرحناهم تفصيليا وبالتالي اصبح رقم واحد مع واحد واحد اللي هو العامل المتردد اللي هو لا يستطيع اتخاذ قراره وشرحناها رقم اتنين دمعدان اللي هو نافذ الصبر ولا يتحمل الانتظار رقم ثلاثة الشراء بغرض التخزين اللي هي رقم ألف اللي هي بيقوم بها المستهلكين اللي بيخافوا من زيادة الاسعار رقم أربعة الجرد السنوي هي الإجابة مع بها اللي هي نوع من أنواع الجرد وأخيرا رقم خامسة تقريب المبيعات اللي هو جيم اللي هو نقل صورة حقيقية عن وط المنشأة خد بالك إجابة مش تبه حاجة خالص تنوع طهالي ليه عشان يلخبطك عشان كده لازم انت تبقى عارف كل واحد فيدته ايه الوظيفة بتاعته كده احنا اتكلمنا على المجموعة الأولى اللي هي عبارة عن وصل من المجموعة آلف لما يناسبها للمجموعة بها بدأ يخش في الشكل التاني هو فيه أكتر من شكل يا فندم ايه شكل أولاني وصل ده ربتك عليه الشكل التاني اكتب المصطلح العلمي كلمة اكتب المصطلح العلمي بالبلد كده معناها التعريفات معناها المفاهيم معناها مقصود بها ايه يبقى اذا محتاجة تعرف كل واحدة تعرفها ايه عطيني كم سؤال عطيني خمسة الأولاني هو بمسابة موافقة الشرك على شراء منتجات اتنين هو مسومة بانطرفين تلاتة هي مستند يتم ارساله من البائح اربعة هو تغفيت في الاسعار وهكذا همسك لك واحد واحد اشرحولك عشان تبقى فاهم معنا كل واحد هنبدأ بالأولان هو بمسابة موافقة الشركة على شراء منتجات من طرف مورد ما انا كاتب لك المصطلح اللي هو امر الشراء تبتع لك نرجع الكلام يبقى امر الشراء هو موافقة الشركة على شراء منتجات من موافقة تعالى اقول لك على حاجة في حاجة هناخدها ان شاء الله اسمه خطوات الشراء ايه خطوات الشراء دي اولا لازم الاول تحدد احتياجاتك اشوفي الاول انا عايز ايه الاحتياجات ايه الاحتياجات الفعلية تحددها واحد اتنين حضرتك تجيب موافقة تقدم طلب وتاخد على موافقة على الشراء تلاتة تبدأ تجمع مصادر التوريد المناسب وتديهم الاوامر دي اربعة انا بقول مصادر مش مصدر ليه لان كمة مصادر هتديك مساحة ان انت تقدر تختار المورد المناسب اللي حقالك كزا حاجة اللي حقالك السعر والكمية والجودة والتوقيت المناسب انا محتاج واحد يجيب لي في الوقت المناسب محتاج واحد يجيب لي الكميات عشان توافق عليه ابدأ اوزعه على الموردين اختار مصدر التوريد المناسب بعد كده اعمل ايه تبدأ تتابعهم الو السلام عليكم احنا وصلنا لحد فين البضاعة تجي امتى وهكذا لحد ما يحصل عملية استلام وفحص البضاعة بعد ما تفحصها ابدأ سجلها بعد كده ابدأ تابع تاني الخطوات وبالتالي عندي هناك معايير لاختيار مصدر التوريد المناسب مش اي واحد حضرتك هتشتري منه واحد اول واحد هتشتري منه يكون الموقع الجغرافي بتاعه اريب اش معنى لان كل ما كانت المسافة بينك وبين المورد المورد اللي هو الراجل اللي هو اكبر منك اللي انت هتشتري منه كانت اريبة كل مساعد ده في تخفيض التكلفة طب هيخفض التكلفة ازاي هو حضرتك مش انت هتجيب البضاعة منه ايوة طب لما اجيب بضاعة من واحد في مدينة قريبة مني زي ما واحد اجيب امشي له محافظتين ثلاثة اجيب منه تفرق معاي فيه تكلفة النقل طبعا تكلفة النقل هتزود التكلفة الكلي وبالتالي من ضم حاجات اللي أنا لازم ارعيها وانا باشتري مصدر التوريد المناسب الموقع الجغرافي اتنين الشركة اللي انا هاشتري منها المركز بتاعها المالي ايه يعني ايه مش باهم انا مالهم المركز المالي بتاعها مالك ازاي طبعا المالك بمعنى ايه يعني لو انا هشتري من واحد المركز المالي بتاعه ضعيف سمعتهم مع البنوك سيئة سمعتهم ما بين العملاء سيئة لو انا جبت منه يبقى معنا كده هياخد فلوسي وهيتعبني في الشارع فبلاش بانه احسن فانتجين من واحد المركز المالي بتاعه قوي يبقى اذا راعي وانت بتشتري الموقع الغرافي راعي وانت بتشتري المركز المالي بتاعه اللي هو يكون شركة كبيرة ولها اسم ولها ايه اسم عشان كده النقطة اللي بعديها مدى شهرته في السوق لانه كل ما كان مشهور في السوق مهو الشهرة بتجي من نتيجة ايه يعني انت لو جت لأي واحد قلتوا لي يعني ايه تعريف الشهرة لو انا سألت بلال او مريم او علاء ربيع كل الشباب دول اتعوتنا قلنا لهم يعني ايه شهرة هيقولوا للشهرة هي عبارة عن مجموعة عوامل اجتبعت ادت الى نجاح العمل ربما الموقع ربما حسن التعامل ربما الامانة ربما اليسر في التعامل المادي في حاجات كتيرة تخليك تفضل مكان على مكان يبقى لازم ساعة اشتري اشتري من مكان له شهرة لو اسم على اساس حتى لما انا اجي ابيع السلعة دي اقول والله انا جايبها من فلان فلان خلاص الناس عرفت انا بعمل ايه يبقى الحد دلوقتي ارعي وانا بشتري واحد الموقع الجرافي اتنين المركز المالي تلاتة شهرة هذا الرجل اللي هو الورد اربعة الجودة ما تفرحش ما تفرحش بان السلعة رخيصة عشان كده الجامعة بتاع التسويق قالوا كلمة حلوة اول خليك معايا يا استاذ علاء قالوا كلمة حلوة اول قالوا ايه قالوا السلعة الجيدة تابع نفسها بنفسها يعني ايه يعني انت نفسك وانت ماشي في السوق مش عايز تشيري حاجة بس حلوة السلعة هي اللي جابتك نقاها هي اللي جابتك جمالها هو اللي جابك يبقى السلعة الجيدة دايما تابع نفسها بنفسها عشان كده فيه نوعية من العملاء يحب يشيري السلعة اللي هي الجودة بتاعتها غالية غالية جد ليه يا فندم يقولك لان لو جبت سلعة رخيصة هجيب قدها حوالي جيساب احتبر مرات انا جبت بانطرون جينس ايه الجودة بتاعته فوق فوق الرائح واحد تاني قال لا جاب بانطرون جينس تعبان شوي تبص تلاقي بعد يوماً ثلاثة هتبص تلاقي نص بانطرون اللي بتاعته وقع لوحده ايه اللي حصل؟ الجودة بتاعته دايبة وقع ما استحملش من غسل والتانية دايب الترى تجيب واحد تاني نفس العملية لو انت جمحت مبالغ السلعة الرضيئة في مقابل الغمر بتاع السلعة الجيدة هتلاقيك اشترات قصادها حوالي 10 12 مرة عشان كده حاول دايماً تشتري سلعة جيدة عشان تبقى انت وفرت ايه كمان؟ دايماً تدور على مصدر التوريد اللي فيه تكنولوجيا عالية ليه؟ لان حسب السلعة اللي انا بشتغل معها انا شغال مع كمبيوتر يبقى انا اروح لناس متخصصين في الكمبيوتر جداً حاجة كمان هل يقدر يوفولي كمية التوريد المناسب؟ ما انا مش افرح ان هو اعطاني نص الكمية موفاتة الانتظار هتضيع مني عملة واخيراً اخد بالي من الضمان والسعر ده كله كان عبارة عن معايير اختيار مصدر التوريد المناسب اذاً امر الشراء هو موافقة الشركة على الشراء من احد المرديد شباب بسرعة بسرعة الحلقة انتهت مش عارب تخلص ازاي معاكم ولكن بتمنى لكم دايماً الخير كان معاكم من التلفزيون المصري شعبان عبد التواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة